مجلس الوزراء وخطة الداعمة لمسارات التنمية الاقتصادية وفي مقدمتها خطة التعافي الاقتصادي خلال سعيها الحثيث إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ها هي مملكة البحرين تؤكد مجددا سيرها على المسار الصحيح بفضل تنفيذها عددا من البرامج والخطط الاقتصادية رغم عديد التحديات التي واجهتها المملكة خلال الآوينة الأخيرة إلا أنها تمكنت من تحويلها إلى فرص تعزز من قدرتها المالية ومكانتها الاقتصادية المبادرات التي تبنتها مملكة البحرين لتحقيق النمو الاقتصادي وبفضل الجهود الحثيثة والمدروسة لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شكلت منطلقات أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط ما سهم في تغطية الاحتياجات التمويلية ويعد برنامج التوازن المالي أحد أهم وأبرز البرامج الداعمة لتنمية المسارات الاقتصادية واليوم يؤكد مرة أخرى أنه على مسار تحقيق أهدافه وأن العمل جار لتنفيذ كافة مبادراته بكل عزيمة وإصرار للوصول إلى نقطة التوازن المالي نظرا إلى ما تحقق من خطوات متقدمة على صعيد برنامج التوازن المالي الذي يستهدف الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في عام 2024 وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية مملكة البحرين وضعت حزمة من المبادرات لضمان تحقيق التوازن المالي وذلك بخفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة وتعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية تضافر جهود فريق البحرين الواحد من السلطة التنفيذية وتشريعية والقطاع الخاص والأهلي وما يقدمونه بروح فريق العمل وضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن ما أسهم في تحقيق العديد من المنجزات على كفة المستويات ومنها ما تحقق من نجاحات حتى اليوم في تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي ترجمة نانسي قنقر